طبعا لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر مبارح وإيه أثناء مشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي في القمة العربية الصينية بالمملكة العربية السعودية أكد السيد الرئيس على التعاون العربي الصيني من أجل مواجهة التحديات وصون النظام الدولي وكمان تأسيس التعاون وتبادل المصالح المشتركة ما بين الشعوب خلونا نعرف تفاصيل أكتر وقراءة وفية لما حدث في القمة العربية الصينية من خلال الكاتب الصحف الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير جريدة السياسة الدولية أسوال خير أستاذ أحمد مجلة السياسة الدولية مجلة السياسة الدولية أعفو أستاذ أحمد عاوز أعرف من حضرك تباعت إزاي مبارح كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي في القمة العربية الصينية وتوقيت الانعقاد هذه القمة تحديدا طيب خلينا أقول توقيت الانعقاد وتوقيت في غاية الأهمية بالنسبة للمنطقة العربية صحيح العلاقات العربية الصينية علاقات ممتدة علاقات تتمتع بأسس قوية علاقات تأسست على حضرات وثقافات قديمة علاقات لها أسس تجارية الصين شريف تجاري رئيسي لمعظم الدول العربية بس لما بنشوف القمة بعد القمة التي عقدت بشأن الأمن والتنمية التي حضرها الرئيس الأمريكي لازم نتفهم المتغير المهم الذي حصل في المنطقة العربية أن العرب الآن يقفون في مساحة مختلفة من الإدراك للتحديات القائمة وهنا بيجي الدور المصري الدولة المصرية لم تقل جهدا طول السنوات السابقة لترسيخ العمل العربي المشترك ويمكن في الإطار ده ابتكرت مجموعة من الأليات والأدوات للتقارب العربي كان أهمها أنها خلقت دوائر مصلحية ودوائر منفعة بين مجموعة من الدول المختلفة زي تجمع المشرق زي التجمع مع بعض دول الخليج العربي الإمارات والسعودية والبحرين في الإطار ده أنت لازم تتفهم كيف تحركت الدولة المصرية من أجل الوصول إلى هذه اللحظة منتدى التعاون العربي الصيني مؤسس منذ عام 2004 لكن زي ما بنقول دايما متى أخذ القرار لكي تنعقد القمة الأولى كتير من مجرية الأحداث على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الأقليم وعلى الصعيد الدولي أنت بتشوف لمتخذ القرار المصري فخامة رئيس عفتاح السيسي دور كبير فيها في إقرار المتغيرات التي تحدث في العالم ومن ثم اتخاذ هذا القرار بهذا الاتجاه شرقا للمنطقة العربية وتفعيله في هذا التوقيت مؤكد أن الدولة المصرية لعبت دورا كبيرا فيه من هنا جاءت أهمية كلمة فخامة رئيس عفتاح السيسي في هذا الإطار الكلمة كانت كلمة جامعة شاملة مانعة هذه الكلمة أقدر أقول أنها كلمة للتاريخ والمؤشر على هذا أن البيان الختامي حتى للقمة جاء مطابقا لكثير مما تضمنته هذه الكلمة الكلمة تناولت أبعاد مختلفة تشرح بصورة بسيطة تاريخ وتطور العلاقات العربية الصينية التاريخ المشترك الحضاري والثقافي الذي جمع بين العرب وبين الصين دور الحضارة العربية الصينية في التأسيس لما بلغوا العالم الآن من تطور على كافة الأصعاب الأهم من دوم ده أن الكلمة تضمنت مجموعة من القضايا الملحة على الساحة القضايا الأولى خلينا نقول فيما يتعلق به العالم احترام القانون الدولي واحترام مبادئ القانون الدولي وعلى رأس ذلك حسن الجوار وعدم تدخل في شؤون الدول الأخر الأهم من دوم ده الاتفاق على العمل على تطبيق القانون الدولي والتعاون بين الدول الصديقة من أجل محاولة حلحلة الأزمات الكبيرة التي يعاني منها العالم وعلى رأسها أزمة الجزاء الأمر الثالث أنه ينبغي لهذه الدول المجتمعة بما يجمعها من روابط صداقة وروابط رغبة في تفعيل هذه الصداقة عبر سياسات ممنهجة العمل على تهدئة الأوضاع العالمية لأنه ليس من مصلحة الجميع استمرار العالم في هذه الأزمات العسكرية في ظل تدعيات أزمات أخرى مرة بها العالم مثل جئاحة كورونا التأكيد على مجموعة من القضايا الأخرى على رأسها بالطبع الدولة الوطنية وكيف أن مصر والصين وباقي الدول العربية ومصر قدمت النموذج يمكن فخامة رئيسة الفتاة السيسي ذكر نصا أن مصر قدمت النموذج في الحفاظ على الدولة الوطنية والدولة الوطنية هي دولة تعرضت للعديد من المخاطر طول الفترة التي فاتت ومن ثم جاء التركيز في الكلمة أيضا على مهددات هذه الدولة على رأسها قضية الإرهاب على رأسها قضايا المتعلقة بالتهديدات غير التقليدية زي بتتكلم على قضية الأمن المائي بتتكلم على قضية الجزاء بتتكلم على المناخ هذه الكلمة كانت كلمة شاملة جميعا مناعة في توقيت بالغ الأهمية لمجراءات الأحداث على مستوى العالم ونقدر من خلالها نقصها بنتائج البيان ونتفهم كيف أن الدولة المصرية رؤية انعكست في هذا البيان بقوة نعم يمكن كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي أيضا تطرقت إلى فكرة حوكمة الاقتصاد العالمي للخروج من الأزمات وتحقيق الاقتصاد أكثر عدالة زي نقدر نحدد أو نقدر اللي احنا نتجه إلى فكرة حوكمة الاقتصاد العالمي تحديدا في ظل الأزمات الرئيسية لأن الكلمة أيضا تحدثت عن فكرة تحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات التي يشاهدها العالم ككل هي تحقيق العدالة لا يتعلق بالشق الاقتصادي منه ولكن تحقيق العدالة في نظرة الشمال إلى الجنوب هذه قمة عقدت في إطار ما يعرف بتعاون جنوب جنوب هذه قمة عقدت بين مجموعة من الدول التي طلامة جيرة على حقوقها ومريست بحقها العديد من الانتهاكات على الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي بما أدى بها إلى أزمات شديدة في ظل ما يعانيه العالم من انعدام العدالة انعدام العدالة على مستوى الاقتصاد انعدام العدالة على مستوى البيئة انعدام العدالة في تطبيق المعايير خلي بالحضرتك مهم جدا ونحن نبص الأزمات العالم النهاردة نشوف إزاي العالم بينظر إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وإزاي العالم يتعامل مع هذه الأزمة وزاي العالم تعامل مع أزمات المنطقة العربية منذ القضية الفلسطينية عام 1948 وحتى هذه اللحظة وهنا اختلال واضح وعدم عدالة واضحة في التعامل مع مجرية الأمور على الأرض لما بتتفرج على أو بتنتابع الأمر المتعلق بالشق الاقتصادي لازم نتفهم أن هذا التقدم الكبير اللي حققه العالم الغربي ينبغي أن نخضعه لمجموعة من السياسات الرشيدة في ضوء الأزمات الخانقة اللي بتمر بيها المناطق الجنوب يعني التعامل بنظرة مختلفة مع فوائد الديون التعامل بنظرة مختلفة مع منح هذه الدول التيسيرات اللازمة ودخل الاستثمارات المناسبة في داخل هذه الدول من أجل التمتع بالمزايا والوصول إلى درجات الرفاهية التي تعيشها الدول المتقدمة في ضوء ما قدمته المنطقة العربية ودولة الصين من تضحيات ومن إسهامات بارزة في تطور حجم التجارة العالمية تقال السنوات السابقة ومن ثم على العالم أن يدرك أنه في هذه اللحظة بحاجة إلى تطبيق معايير العدالة بالفعل وفقا لمساق العم المتحدة وفقا للقانون الدولي فيما يتعالق بالتعامل مع دول الجنوب بالتحديد وده أهمية أن يتم اللقاء على هذه الأرضية المشتركة لتعظيم المنافع والمكاسب وتوحيد الرؤى في التعامل مع قضايا العالم كافة سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا خالي بالحضرتك أن من الزوال المهمة التي تم التركيز عليها سواء في كلمة السيد الرئيس أو في البيان الختامي كان فكرة تسييس حقوق الإنسان وأنه لا ينبغي أن يكون هذا مدخلا للتدخل في شؤون الدول احترام الدولة الوطنية وأن هذا لا يؤدي إلى الإخلال بحق هذه الشعوب في الحياة وتوفير كافة الضمانات لشعوبها للتمتع بمقدراتها النهاردة على العالم أنه يساعد هذه الدول وأن يكون بالفعل هناك التزام بمصالح البشرية ومصالح الإنسانية التي طالما تم التعامل معها بطريقة غير عادلة طوال السنوات السابق مصر قضية العدالة بالنسبة لها قضية مهمة جدا وهي من السوابط الرئيسية التي مصر تحطها في تعاملها مع كافة الملفات المعنية بها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتحديدا ملفات الخارجية بالضبط ده من القضايا السابقة ومصر في هذا المعيار تقول أن الهدف هو التطبيق الحقيقي لميثاق الأمم المتحدة نحن لا نخرج عن نص ميثاق الأمم المتحدة الدولة المصرية تطالب بالتطبيق الحقيقي لمبادئ ميثاق قانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في هذا الإطار تأتي المطالبة بتحقيق العدالة الاقتصادية أنه ينبغي العدالة الاقتصادية تشمل العدالة المناخية تشمل ضمان حق الشعوب في التنمية تشمل العمل على دخل الاستثمارات من أجل مساعدة هذه الدول على الوصول إلى درجات أعلى من التنمية في إطار خطط التنمية 20-30 التي تنهجها كافة الدول العالم خاصة دول الجنوب منها لتحقيق مستوى أفضل من المعيشة لشعوبها كل دي أمور ينبغي التاقف أمامها وينبغي فهمها في إطار المفهوم المصري لتحقيق العدالة الاقتصادية ربما أبرز الأزمات وأخبر الأزمات التي تواجه دول العالم اليوم هي الأزمة الغذائية وهنا نتحدث عن مخرج هام من مخرجات البيان الختامي تحديدا لهذه القمة العربية الصينية الأولى كان ينص على دعم كافة الجهود السياسية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية بما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف وهنا نتحدث عن مخرجات البيان الختامي يتوافق مع المبادرة لأطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ بفكرة دعم هذه الجهود والوساطة من أجل حل هذه الأزمة لتحقيق العدالة أيضا في هذا الأمر وإيقاف ما يتم في الأراضي الروسية والأوكرانية كيف تبعت هذا المخرج تحديدا؟ مش من قمة المناخ في شرم الشيخ بس فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية تأخذ موقفا شريفا يتوافق مع مبادئ السياسة الخارجية المصرية في التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية على الرغم من تشابك وتعقد المصالح بين مصر وروسيا ومصر وباقي دول العالم الشريك أو المشتبكة في هذه الأزمة إنعكسات هذه الأزمة لازم نتفهم أن هي إنعكسات على المحاصيل الذرعية إنعكسات على سلاسل الإمداد والتوريد إنعكسات على مصادر الطاقة إنعكسات عصفت بالاقتصاد العالمي طوال الفترة السابقة ويمكن بتزداد تهديداتها وإحنا مقبلين على شهور الشتاء خاصة في القارة الأوروبية استمرار هذه الأزمة على هذا النحو سيؤدي إلى تعقيد وزيادة حجم المعاناة لكافة الدول الجنوب في المرحلة القادمة ويمكن الدول الأكثر التصاقا بالأزمة ابتدت تشعر بس بأدمات المتعلقة بالطاقة والغذاء ويمكن نحن شايفين أحداث الاضطرابات في كافة الدول الأوروبية على مدار الأشهر القليلة الماضية ومن ثم ينبغي على كل عاقل أن يستجيب لهذه الدعوات التي تنطلق منها صديقة وفقا للالتزام بقواعد القانون الدولي مع مراعاة الأبعاد المصلحية لكل طرف من الأطراف يعني لابد أننا أتفهم ما الذي دفع الدولة الروسية ودفع رئيس فلاديمير بوتين أن يأخذ هذا القرار في هذا التوقيت وتحدث هذه الأزمة الكبيرة التي تلت أزمة كورونا ويجب أن نتفهم على أصول هذه الأزمة والتخوفات من محاولة فرض رؤية واحدة لشكل النظام العالمي رؤية واحدة لشكل المنظومة الثقافية شكل المنظومة الاجتماعية شكل المنظومة السياسية مفهوم أحادي لحقوق الإنسان ينبغي أن يطبق على كافة المعايير محاولة التعدي واللي افتقات على حقوق الدول في التمتع بسيادتها واستقرارها كل دي أمور دفعت في لحظة من اللحظات إلى حماية الأمن القوم الروسي فينبغي لما تيجي تتعامل مع هذه الأزمة إذا كانت هناك نيات خالصة أن يبدأ العالم في إحداث توازن في التوجهات في التعامل مع هذه الأزمة لا ينبغي الاستمرار في إشعار الطرف الروسي بأن هناك عداء عالميا يستجدى ويستجلب من أجل محاصرة وإسقاط الدولة الروسية ومزيد من الأحداث التي تؤدي في الداخل الروسي إلى الترابات والقلاق بما يهدد بقاء وكيان الدولة الروسية وده أمر يمكن كانت مؤشرات واضحة في الإشارة الروسية المتكررة أن احتمالات استخدام سلح نووي تيكتيكي للتعامل مع هذه الأزمة ومحاولة حل حالتها الضمانات ينبغي أن توفر من جانب الطرفين ينبغي على الطرف الروسي أن يتفهم أن استمرار الأوضع على هذا النحو سيؤدي إلى مزيد من الاترابات في كافة دول العالم على كافة الأسعاد سواء الصعيد الجزاية أو صعيد الطاقة إلى آخره وينبغي على باقي الأطراف الشريك في الأزمة والتي تدير الأزمة من الخفاء وتظهر الدولة الأوكرانية في العلان أن هي تتفهم أن استمرار التهديدات والعدائيات الموجهة إلى الدولة الروسية ستزيد وتتعمق من أثار هذه الأزمة في المستقبل ومن ثم عندما تطلاق دول وده ربما ما أدركه الرئيس الروسي بلدير بوتين وبدأ يتحدث عن فكرة الوساطة والقبول بفكرة الجلوس لحل هذه الأزمة وإن كانت هي تلميحات في حديثه التلميحات جاية وفقا لقواعد الرشادة والعقلانية اللي ابتدت بعض الدول العقلة والأطراف العقلة التتحدث مع الطرف الروسي أكيد إحنا مش عارفين كل الاتصالات اللي تمت لكن إحنا شايفين زيارات متكررة لقضع عرب إلى الدولة الروسية مؤكدا أن هم محملين برسائل إلى الطرف الروسي من أجل محاولة تهدئة الأوضاع من أجل وقف هذه العمليات العسكرية لأن الأمر بات يمثل ضرورة قصوى لمواجهة التحديات على صعيد الأمن الغذائي وأمن الطاقة التي بدأت تعظف بأمن الإنسانية مش أمن دولة بعينها إنما أمن الإنسانية والبشرية بات مهدتا خاصة لو تصعد الأمر وصلنا إلى لحظة استخدام نوي تيكتيكي وما يليه من أفكار سوداء في صراع صفري لو وصلنا للمرحلة دي إحنا نبدأ دخلين في صراع صفري سيخسر الجميع من النتائج في الآخر لكن اللي بيهمنا أن الأطراف العربية ودول الجنوب من خلال هذه القمة استشعرت الخطر وبدأت تعطي مؤشرات وبدأت تعطي فرصة للحوار والحديث الجاد بشأن حل هذه الأزمة ومؤكد أن الدولة المصرية وهي تطلق هذه المبادرة في قمة شرم الشيخ على لسان فخمة رئيس عفتاح السيسي هي دولة معنية بتحقيق الأمن والاستقرار العالمي لمصلحة البشرية كلها البشرية ومصير الإنسانية في المستقبل من الأمور المهمة التي تعنى بها السياسة الخارجية المصرية طوال السنوات السابقة نعم تشوف إذا سوز أحمد فكرة مبادرة الحزام والطريق ويدورها في تفعيل الشركات القائمة بالفعل مع الجانب الصيني تحديدا لتحقيق التنمية العالمية مبادرتين الحقيقة مبادرة الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية هي مبادرات تهدف إلى تحقيق تعظيم المصالح والمكاسب المشتركة للعديد من الشعوب والأطراف الدولة الصينية دولة تعمل في صمت تهدف إلى دعم اقتصادات الدول تهدف إلى توفير فرص الاستثمار في هذه الدول مبادرة حزام والطريق مفيدة جدا للمنطقة العربية بتستخدم طرق رئيسية للمرور والنقل في المنطقة العربية ستقدر تستفيد الدول العربية من مناطق استثمارية كبيرة سيتم إنشاءها على طول خط مرور هذه المبادرة مبادرة حزام والطريق ممتدة من الصين من خلال طرق مختلفة في الطريق الشمالي وفي الطريق الأوساطي وفي الطريق الجنوبي هناك مبادرة كاملة لهذه الحزام والطريق لأنه تصل إلى فكرة التكامل الاقتصادي بين دول العالم لتسهيل الحياة والمصلحة ويمكن هذا المشروع الرئيسي الذي تتباه به الصين لتحقيق المصلحة والمنفع العامة لكافة الأطراف الدول العربية تتفاعل بأجابية مع هذه المبادرة وفقاً لقواعد برضو السيادة الوطنية وفقاً لمصالح الدول العربية التي هي بتنظر لها في المقام الأول وهي منفاتح الدول العربية ومنفاتح الدول المصرية على كل ما يمكن أن يفيد ويحقق الأمن القومي العربي والتكامل الاقتصادي العربي بما يحقق مصلحة الشعوب العربية في الآخر سوز أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير حاجة أخيرة سوز أحمد سريعاً ينبغي التأكيد على أن كلمة فخامة رئيس عفتاح السيسي والبيان الختامي للقمة قد أكد على أمرين في منتهى الأهمية الأمر الأول يتعلق باحترام سيادة الدول وهنا جاء التأكيد في البيان على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الصينية وقضية هونغ كونج وقضية تايوان الأمر الثاني يتعلق بالقضية الفلسطينية وإزاي الدولة المصرية حريصة على تطبيق قواعد القانون الدولي في التعامل مع هذه القلية ويمكن البيان الختامي أكد بصورة واضحة على تضافر كل الدول وبعبارات شديدة الوضوح إذا تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية في الفترة الأخيرة وهي رسالة جديدة ترسلها الدول العربية بعد القمة التي حضرها الرئيس بايدن بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية وأهمية الوصول إلى تسوية حققية وشاملة وعادلة لهذه القضية ضماناً لحق الشعب الفلسطيني في الاستقرار والتمتع بالسلام نتمنى أننا كانت وقتنا أطول لكي ننهل من الثقافة والعلم والتحليل جيد لهذه القمة ومخرجاتها لكن للأسف خلصت حلقتنا للأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلية السياسة الدولية شكراً لكي نشكراً 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 ل